وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه شهد جنازة رجل من الأنصار والقبر لم يحفر بعد فقال صلى الله عليه وسلم لمن يحفر القبر وهذا من أعظم الأحاديث في نفسي أثرا جعله الله كذلك في نفسك فقال صلى الله عليه وسلم لمن يحفر القبر وسع منها هنا من رأسه وسع منها هنا من رجليه لربما له عذق في قبره من الجميع فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر من يحفر القبر وهو واقف على رأسه وهذا الذي واقف ليس عالم تقول اجتهد فأصاب فأخطأ هذا لا ينطق عن الهوى الصادق المصدوق فيقول لمن يحفر وسع من قبل الرأس ثم هذا حفر قال وسع من قبل الرجليه لعل له عذق في هذا من الجنة إذن هذه القبور لا يدري أحد ما يكون لأهلها فيها وكل أحد قدرى بنفسه والعاقب تعالى الله أن يأكل منهم من يتخذ لنفسه عند الله وديعة يراها في قبره قبل مبعثه يراها في قبره قبل مبعثه قد دلت السنة إجمالا على أن ثلاث في هذا تنفع الصلاة والقرآن والصدقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة